قالت مصادر محلية إن قوات العمالق المدعومة من الإمارات اعتقلت مدير مكتب الإعلام في محافظة شبوة عبدالله بارحمة والأمين العام للمجلس المحلي في مديرية عثق عادل الخليفي وبحسب المصدر فإن الاعتقال جاء على خلفية قيام مدير مكتب الإعلام والطاقم المرافق له بالتصوير بطائرة دون طيار دون أي بلاغ عمليتي وأشارت المصادر إلى أن بارحمة والخليفي ومعهم المصور محمد بكير لا يزالون مخفيين دون أي مساع للإفراج عنهم